موضوع بيمث كل حد فينا وموضوع لما بيحصل لنا بنتعصب وبنتدايق وبنحس بصدوع هتكلم النهاردة عن أكثر الأمراض الشائعة هو مش مرض قوي هو عرض معين بيحصل في الجهاز الهضمي أو مشكلة بتحصل في الجهاز الهضمي وهي مشكلة الإمساك ممكن يحصل في فترة في بعض الأيام يحصل لنا إمساك ويمكن الفكرة جات لي بسبب حاجة أو يعني أنا كنت الأسبوع اللي فات مقررة الحلقة هتمشي كل الأسبوع كده يعني ببقى فيه زي سيكونس أو في دماغي هقول إيه أو هعمل إيه فكرة الحلقة أو الأسبوع اللي بعد جيت يوم الأسبوع اللي فات اليوم اللي اتنين وأنا قاعدة في الهيادة فلقيت مدام كده دخل علي بعد ما وزنت هي بتوزن عند الدكتورة المساعدة عندي وبعد كده دخلت علي بتوزن لقيت أن هي مخصيتش بقولها يا مدام فلانا خصينا الأسبوع ده قالت لي لا يا دكتورة أنا متضايق أوي أنا مخصيتش ولا جرام فليه يا مدام فلانا مخصناش انتي ماشي عند ضايت كويس آه طب بتاخذي المكملات بتاعتك كويس آه طب ليه مخصتيش قالت لي ده أنا يا دكتورة بقالي أكتر من ثلاث يام مدخلتش الحمام أنا عندي إنساك قلت لها وبعدين انتي وزنتي نهار ده لسه مدخلتش الحمام قالت لي آه فوزنها على الميزان ثابت طب ليه وزنها ثابت على الميزان ده اللي احنا نعرفه النهار ده طب إيه اللي خلى ده يحصل لها برضو ده اللي برضو هنعرفه النهار ده طب إيه الحاجات الطبيعية اللي جسمها محتاجها وجسمنا كلنا محتاجها علشان ما يحصلناش المشكلة زياد طيب إيه هو تعريف الإمساك هنتكلم عليه طبعا الإمساك هو إحدى معوقات الحياة ومعوقات الدايت يعني الناس اللي بتعمل دايت ولقيت نفسها الوزن على الميزان ممكن مش عايز ينزل لمدة كذا يوم ممكن يكون السبب انها مش جخلة الحمام طيب الامساك بيعمل مشاكل وليه اسباب او نتكلم اول حاجة هنبدأ بها حلقتنا النهاردة انا جايبالكو طبعا وصفات كتير نبدأ من الجزء التاني للحلقة نتكلم على وصفات طبيعية من بيوتنا لعلاج الامساك بس نبدأ ونتكلم في الاول عن اسباب الامساك اشهر اسباب الامساك احنا اللي بنعملها في نفسنا يعني ايه الكلام دا يعني انا لو الاكل بتاعي قليل في الالياف وما بشربش مية كويس لازم هيحصل لي امساك يعني ايه الكلام دا وقت طيب نعلم الناس حسبة بسيطة لحساب كمية المية للجسم محتاجها كل 25 كيلو من الجسم محتاجة لتر مية يعني حضرتك لو وزنك مثلا 75 كيلو يبقى محتاجة 3 لتر مية نعم تمام لو انا محتاج لو انا الوزن بتاعي مثلا واحد وزنه مثلا 100 كيلو يبقى دا محتاجة 4 لتر مية وهكذا 50 كيلو محتاجة 2 لتر مية يبقى احنا بنحسب كمية المية اللي احنا محتاجينها دا المينمم يعني دا اقل حاجة الوزنه كل 25 كيلو من الوزن محتاجة 1 لتر لتر من المية طيب دي للطريقة اللي هحسب بيها انا محتاجة مية قد ايه نمرة 2 انا محتاجة الياف يعني جهازي الهضمي علشان تبقى عملية الديجاشن اللي هي الهضم وعملية الاخراج عملية سليمة محتاجة اكون باخد الياف كويس وهو الدلن اللي هركز عليه النهاردة في شوية الوصفات والحاجات الجميلة اللي هنقولها مع بعض في الحلقة الالياف ويمكن لما هجي اتكلم على الياف هتكلم على كابسولات التفاح الاخضر عشان فيها بيكتين الياف عالية جدا انا محتاجة في اليوم عشان كمية الياف بما تعدل التفاحها 3 تفاحات فانا ممكن استبدل دا بكابسولات التفاح الاخضر وهتكلم انا بعد شوية على مجموعة التخصيص والالياف اللي فيها كابسولات التفاح الاخضر فأنا محتاجة نمرة 2 ألياف نمرة 3 ما ينفعش أكون باكل بروتين كتير ومنتجات ألبان كتير وجبن كتير ومتوقعة أو فكرة أنها خيس لا يا جماعة عمر ما كان الأكل البروتين العالي قوي وأكل منتجات الألبان وأكل الجبن الأجبان كتير بيعمل أو بيخلي الباول هابتس الباول هابتس يعني الفريكونسي أو كم مرة بخش الحمام في الأسبوع لو أنا الطبيعي نحن بنكون بندخل الحمام مرة في اليوم خلاص في ناس بتاكل كتير ممكن تخشه مرتين أو تلاتة الطبيعي مرة يوميا طيب الإمساك تعريفه إيه لو 3 يام أنا ما دخلتش الحمام أكتر من 3 يام ما دخلتش الحمام أنا كده عندي إمساك مزمن يعني في ناس الباول هابت بتاعتهم يوم بعد يوم يخش الحمام يوم أو يوم لا ده بنقول أوكي هو ده طبيعة جسمه كده لكن أكتر من 3 يام أو لو كان طبيعة اللي ستول نفسها ناشفة جدا وقدت إلى المشاكل الصحية اللي بتؤدي يعني اللي بتحصل لما اللي ستول لما بيكون البراز ناشف بيحصل ممكن بواسير بيحصل شرخ بيحصل نصور كل ده بيحصل نتيجة الإمساك فلو المريض أو البيشنت أو حضراتكم الناس اللي سمعيني بتخلش الحمام أكتر من أقل من مرة في اليوم أو مرة كل يومين كده حلو قوي قوي ده كده كويس أو ممكن كده ده طبيعتكم لكن لو كل ثلاث سيام يبقى كده فيه إمساك طيب أنا هرد على الفريفون ونشوف ونكمل بعد كده الأمراض التي تؤدي إلى الإمساك أسباب الإمساك قد يكون أسباب الإمساك أسباب pathological يعني فيه مرض بيؤدي إلى الإمساك إيه الأمراض اللي بتؤدي إلى الإمساك مرض اللي أقدر الله سرطان القولون فيه مرض اللي هو الشلل الرعاش فيه مرض اسمه MS multiple sclerosis أو التصلب المتعدد بيؤدي إلى الإمساك فيه بعض الأدوية بناخدها بتؤدي إلى الإمساك الحديد يا جماعة بس الحديد اللي هو التابلت اللي هو الأقراص إحنا لما اتكلمنا على الحديد في المرة اللي فاتت في مجموعة الأنيميا قلنا الحديد اللي هو من خلال شركة سيوفيت اللي هو الإيتاتروندا مضغ ما بيعملش إمساك لأن دوت بينزل مية في الجهاز الهضم وابينزلش في شكل أقراص الconcentration أو التركيز بتاعه مش بيبقى زي تركيز اللي هو القرص اللي هو بيعمل إمساك فأقراص الحديد البلع بتؤدي إلى الإمساك بعد أقراص الantidepressant اللي هي مضادات الاكتئاب بتؤدي إلى الإمساك وهقول لكم بقى كده حاجة والناس الزكية يعني إيه هتعرف إذا كان الكابسولات اللي بتاخدها حلوة ولا مش حلوة طبعا إحنا للوقت في عصر التخصيص وكابسولات التخصيص وكل شوية كابسولة التخصيص والكابسولة السحرية والكابسولة دي بتخصص قد إيه وقد إيه هو عمتا ما فيش حاجة اسمها الكابسولة بتخصص كيلو ولا اثنين ولا ثلاثة وأربعة ده فيه عوامل كثير قوي بتخش في عمل الكابسولة هنتكلم عليها بس لو الكابسولة اللي انت بتاخدها دي عملت لك إمساك مزمن بلاش منها اعرف إن الكابسولة دي مش كابسولة طبيعية اعرف إن حتى لو حد طلع وقال لك دي كابسولة طبيعية وجيت أخدتها ولقيت نفسك مش عارف تخش يومين ثلاثة الحمام يبقى دي عندك كده إمساك مزمن يبقى ده المشكلة في الكابسولة خلي بالكو فيه فرق من أنا أخدت كابسولة قفلتلي الشهية شوية فقللتلي حجم الأكل فقللت معدل دخولي الحمام ده حاجة لكن أنا أخد كابسولة أقعد باليومين ثلاثة متضايقة مش عارف أخش الحمام يبقى الكابسولة دي فيها مادة كيميائية مش فيها مادة طبيعية طب إيه كابسولة التخصيص اللي بتعالج الإمساك اللي هي الكابسولة اللي فيها قلياف زي كابسولة التفاح الأخضر زي فيها مادة اسمها بيكتين عالية جدا جدا في الألياف فلما باخدها الكابسولة دي وبشرب معاها مياه كويس أنا كده باخد احتياجي اليومي من الألياف وفيه عرضين معانا النهاردة هنتكلم عليهم فيه عرض اللي هو التخصيص وهنحط فيه كابسولات التفاح الأخضر ونقط الحرق تخصيص وألياف اللي اتنين مع بعض وهنعليك بالإمساك نقط الحرق يا جماعة فيها مادة أو فيها اللي هو الراسبري والكرامبري والبلوباري دي مجموعة من التوت البري أو الفارولة الباريز دي مجموعة التوت البري أو الفارولة كابسولات سوري النقط اللي هي الديدروبس النقط الديدروبس دي فيها اللي هو خلاصة التوت البري مع التوت الأحمر مع البلو بري التوت الأزرق والتوت الأسود والحاجة اسمها الراسبري والكرامبري كل ده موجود في نقط الحرق هي بتساعد الحرق وفي نفس الوقت هي بتساعد ان انا اخش الحمام من تظام فاحنا بنضرب عصفورين بحجر زي ما بيقول المثل يبقى اول عندنا مجموعة مجموعة التخصيص وعلاج الامساك هيبقى فيها كابسولات التفاح الأخدر ومعاها النقط الديدروبس دي ومعاها العلبة اللي هي فيها 3 شرايط الشيتوكروه دي في مجموعة تانية هقولها بردو قبل ما نطلع فاصل هي مجموعة الفيتامينات بردو بتعالج الامساك والألياف دي هيكون فيها الاميجا 369 اللي انا قلتها النادى ومعاها بردو كابسولات التفاح الأخدر والشيتوكروه دي ده لا يغني لو حد عمده سبب مرضي ان هو يروح للدكتور ولا يغني الناس اللي هي عمدها مشاكل صحية ما قدية الى الامساك تروح للدكتور طب انا بعمل ايه في الحلقة انا بقول الاشياء الطابعية او المكملات الغذائية والفيتامينات الطابعية اللي بتساعدنا في الحالة بتاعتنا قدامنا دلوقتي صفحتنا على الفيسبوك اهي الناس اللي عايز تواصل مع شركة يوفيت في العرض معانا علبة شيتوكروه العلبة 3 شرايط بتكفينا شهر وهتكلم انا النهاردة على كابسولات الشيتوكروه فيها مادة الشيتوزان والكروميوم مادة بتمنع او بتقلل امصاص الدهون والنشويات اللي في الواجبع ومادة تانية بتساعد على الحرق هي مادة الكروميوم ودي هناخدها هدية مع العرضين برضو الحمل بيؤذي الى الامساك قلة الحركة بتؤذي الى الامساك حاجات كثير قوي قوي قلة شرب المياه قولنها بتؤذي الى الامساك احنا ممكن نكون بنعملها واحنا مش عارفين ان هو ده اللي مسبب الامساك فاصل صغير بعد الفاصل هنتكلم على مجموعة من المشروبات والوصفات والاكلات اللي هتخلينا نخش الحمام بانتظام علشان ما يحصل ناشل الصداع والاجهاد يعني بيسموها الكرونيك فاتيج يعني احساس بالتعب للناس اللي هي يعني مش عندها باول هابت منتظمة مش بتقدر تخش الحمام بشكل منتظم فاصل وانا اعود بعد الفاصل